بعض منا يعتقد أن ظهور نقاط سوداء على قشرة الموز دليل على بداية تلفه لكن هل تسألتم يوماً ماذا يفعل الموز ذو النقاط السوداء في الجسم إذا أكلناه؟ كشفت دراسة حديثة أن النقاط السوداء التي تظهر على الموز لا تعني تلفه كما يعتقد غالبية الناس بل إنها دليل على أن الفاكهة أصبحت ناضجة بما فيه الكفاية وصالحة للأكل وذكرت دراسة نشرتها جامعة كورنيل في الولايات المتحدة أن قيمة المواد الغذائية في الموز لا تتغير بظهور بقع سوداء على قشرة أو تحول الثمر من الداخل إلى مادة لزجة بحسب موقع بلود سكاي فيتغير لون الموز بسبب تغير الكربوهيدرات المعقدة فيه وتحولها إلى سكريات بسيطة لكن يبقى محتوى السعرات الحرارية على حاله وكذلك الفيتامينات وفيتاميزي وحمض الفوليك والثيامين ترجمة نانسي قنقر